أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأتمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وقال إعجائه فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار مرجى البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبويان فبأي آلان ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشاة في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان هما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم وفي شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض سنفرغ لكم سنفرغ لكم يسأله من في سماواتатели اشتركوا في القناة 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 118. فبأي آلاء ربكما تكذبان 119. حور مقصورة في الخيام 111. فبأي آلاء ربكما تكذبان 111. لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان 112. فبأي آلاء ربكما تكذبان 113. فبأي آلاء ربكما تكذبان 114. فبأي آلاء ربكما تكذبان 115. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام 116. صدق الله العظيم 117. فبأي آلاء ربكما تكذبان 117. فبأي آلاء ربكما تكذبان 117. فبأي آلاء ربكما تكذبان 118. فبأي آلاء ربكما تكذبان 118. فبأي آلاء ربكما تكذبان 118. فبأي آلاء ربكما تكذبان 129. فبأي آلاء ربكما تكذبان 129. فبأي آلاء ربكما تكذبان اشتركوا في القناة